من امبارح اتحدث واتحدث كثير من الناس عن موقف النادي الاهلي في الموسم القادم الموسم المقبل جاي النهاردة اقول لكم شوية معلومات وتوقع المعلومات هي ان النادي الاهلي بصدد البحث عن مدير فني كبير لخلافة ريكاردو سوارش في تدريب الفريق مدرب كبير بصفات مهمة الصفات المهمة دي اللي هي له خبرات في القرى الافريقية او في الوطن العربي مدرب له سي فيه بطلات وانجازات مدرب عنده شخصية قوية يقدر يعيد للفريق مرة اخرى او يعيد للفريق مرة اخرى الثقة اللي غابت شوية الفترات الماضية فمدرب هيبقى كبير مين هو المدرب هنتكلم عنها تفصيلا فيما هو قادم المعلومة التانية ان النادي الاهلي بالفعل بالفعل بدأ التوقيع مع عدد من اللاعبين المهمين سواء الاجانب او المحليين هو شغال النادي الاهلي في وسط كل هذه الدوشة هو شغال شغال على دعم الفريق للموسم اللي جاي شغال بقوة جدا والهدف الاساسي عند ادارة النادي هو ان يعود النادي الاهلي قويا في الموسم القادم هل الاهلي كان الموسم الماضي ضعيف لا مش ضعيف ليه نادي الاهلي الساعة اللي فاتت مش بشكل كويس حق بطولات وخادر برونزايا كان الساعة اللي فاتت ولا قبلها كمان بطولات افريقية بنتكلم في كاس العالم برونزايا كاس العالم كان فيه قبل سنتين دوري انت بتتكلم في فريق زي ما قلت انبارح مش في كارسة مش فريق منهار مش فريق ما عندوش لعيبة جايدين لا هو عنده لعيبة جايدين عنده محمد الشناوي عنده علي معلول عنده اكرم توفيه ان شاء الله لما يرجع خلاص ويشارك قرب يشارك خلاص في المباراة بشكل طبيعي عنده محمد عبد المنعم مدافع واعد جدا عنده حمد فتحي عنده عمر السلية عنده أليو دينج عنده أفشي عنده محمد شريف عنده طهر محمد طهر عنده لعبين جايدين في النص هنسى اسماء بس عنده لعيبة كبيرة الاهلي يئما بسبب إصابات يئما بسبب راحة إجبارية يئما بسبب غيابات بشكل أو بآخر ظهر في نهاية الموسم بشكل مش كبير طبيعي بس اكيد الاهلي محتاج دعم أكيد الاهلي محتاج مدير فني كبير فأنا مش شايف ألأ من جامعيه النادي الاهلي يبقى طبيعي أو منطق لا ما تقلقش ما تقلقش عشان عادت النادي الاهلي إنه ما بيطولش في الخسائر ما بيطولش إنه يغيب عن البطلات عادت النادي الاهلي إنه حتى لما بتمر عليه فترات زي دي بيعرف يرجع بسرعة بيعرف يقوم بسرعة زي أنا بتقول جامعيه النادي الاهلي لو ويع ليه ألف قومة والنادي الاهلي أصلا ما وقعش في رأيي يعني من وجهة نظري هو موسم خسره ليه؟ عشان زماني كان أفضل عادي دي المنافسة المنافسة الطبيعية مفيش فريق في العالم في العالم بيكسب طول الوقت مستحيل في العالم دلوقتي وقبل كده مستحيل والاهلي طول عمره كان بيكسب كل يوم آه صحيح بطرات النادي الاهلي كثيرة وعديدة وأرقام مزهلة على مدار تاريخه بس عدت على النادي الاهلي فترات كان بيخسر فيها وارد وارد وطبيعي المهم إنك ما تطولش إنك ما تسرحش إنك ما تتعصبش إنك تبقى مركز وإنت بتدعم الفريق إنك تبدأ تتعلم من أخطائك في أخطائك حصلت آه في أخطائك حصلت الأخطائك اللي حصلت إن النادي الاهلي في أكتر من ترانسفير ماركت في أكتر من سوق انتقالات سواء في يناير أو في الصيف كان صفقاته مش جيدة مش جيدة لعبين كتير دخلوا النادي الاهلي الفترات الأخيرة ما كانوش على مستوى النادي الاهلي فالنادي الاهلي هيبدأ يتعلم من ده هيتعلم من الأجانب هيتعلم من المحليين كمان اللي هشتريهم ما يشتريشوا خلاص هيتعلم هيتعلم إنه لما يجيب مدير فني في ظروف صعبة زي دي هيبقى محتاج مدير فني كبير لو خبرات يقدر يتعامل مع ظروف الصعبة دي عشان هرجع تاني للسوارش وزي ما قلت مبارح الراجل جيه في ظروف صعبة في حاجة اسمها الجملة الشهيرة اللي بنقولها دايما راجل المرحلة ده مش مرحلة أو دي مش مرحلته مش مرحلة سوارش كان ممكن لو في مرحلة تانية كان ييقدي بشكل كويس لو معاه العيبة جاهزة لو الظروف ما فيهاش إرهاق ما فيش إصابات كان ممكن يدينا شغل كويس نشوفه مع النادي الاهلي بس هو مش المدرب اللي يتعامل مع الظروف الصعبة دي ما عندوش الخبرات اللي يتخلي يتعامل مع الظروف الصعبة دي فيه مدرب تاني ممكن يتعامل مع الظروف الصعبة دي أقول لكم عليه بعد شوية